السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا رابع وصلنا معكم يا ميس إلى الدرس الثاني في الوحدة صفات المواطن الصالح وهو الاحترام الاحترام ينبغي أن يكون متبادل بين أفراد المجتمع وبين أيضا الطلبة في المدرسة وفي كل الأحوال وفي كل مكان ينبغي أن يكون هناك احترام وهو أن يظهر الإنسان إلى الشخص الآخر احترام وتظهر له ما تحب أن يعاملك هو به يعني أن تعامل الآخر بما تحب أن يعاملك به مثل احترام الوالدين احترام الجار احترام الكبير احترام البيئة المحيطة بناء عن طريق المحافظة عليها والاهتمام بنظافتها الآن من مظاهر الاحترام احترام الوالدين فينبغي أن نحترم والدين ونطيعهما مرضاة لله تعالى فالله تعالى جعل رضا الوالدين من رضا الله سبحانه وتعالى شكر لهما على تربيتهما لنا ورعايتهما لنا في صغرنا طبعا في آية تدل أو ترشدنا إلى بر الوالدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحة ذلي من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة إذن ينبغي احترام والدينا هو بالرهما وأيضا خفض الصوت أثناء الحديث مع والدينا وأيضا القيام بكل ما يطلبانه منا من أعمال والدعاء لهما بالرحمة أن الله تعالى يرحمهما كما ربيانا صغيرة أيضا احترام الجار يعني جارك اللي هو ساكن جنبك يجب أن تحتربه ويجب أن نرد السلام عليه ونطرح عليه السلام لا نؤدي جارنا سواء بالقول أو الفعل أو نزعج بالأصوات العالية أو لا قدر الله نسبه أو نجتمه أيضا نتفقد أحوال جارنا نقضي حاجته إذا استطعنا ذلك نسأل عنه نهنئه بالعيد بأفراحه ونواسيه في أحزانه يعني نشارك جارنا في أحزانه وأفراحه أيضا احترام المعلم المعلم الذي يتعب ويمضي وقت طويل في تحضير الدروس وتعليمها لطلبته من واجبنا تجاهه أنه نسلم عليه نطرح السلام عليه وأيضا نتلطف في منادات معلمنا بصوت منخفض وأيضا نخفض الصوت أثناء الحديث مع معلمنا ونستمع إلى كل ما يقول المعلم أيضا أيضا احترام القوانين وأنظمة الدولة فالدولة التي نعيش بها لا بد لنا من احترام قوانينها نلتزم بالأنظمة لأن هذه القوانين وضعت لحمايتنا والحفاظ طبعا على حقوقنا مثل ما أنتم شايفين بالصورة هل التزم السائق بالقانون بهذه الصورة لأنه واقف على ماذا تقاطع لأنه التزم بقوانين الدولة هل التزم السائق بالقانون نعم اذكر أمثلة أخرى على الالتزام بالقوانين والأنظمة الالتزام بقوانين الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الحدائق والشوارع الالتزام بقوانين الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الحدائق والشوارع إلى ما يؤدي عدم احترام القانون يؤدي إلى الفوضى وعدم الشعور بالأمن الفوضى وعدم الشعور بالأمن أيضاً لدينا احترام البيئة التي حولنا هي كل ما يحيط بنا هي المكان الذي نعيش فيه وما تحتويه من هواء وماء وتربة ونباتات وحيوانات هذه نسميها البيئة اللي أخذناها بالتربية الإسلامية البيئة في الإسلام يا رابع ما هي صور الاحترام البيئة أنه نحافظ على نظافتها نقوم بزراعة الأتجار توفير الماء نستخدم الاستخدام المعتدل للموارد الطبيعية بالصورة ماذا يفعل الطلاب في الصورة؟ يزرعون الأتجار يزرعون الأتجار أعطي أمثلة أخرى للحفاظ على البيئة الاحترام عفواً الاستخدام المعتدل للمياه الاستخدام المعتدل للمياه خلينا نرجع أعين لكم الأشياء المهمة أولاً الاحترام ما هو الاحترام يا رابع؟ ما هو الاحترام؟ هو إحدى القيم الحميدة التي يتميز بها الإنسان ويظهرها تجاه شخص أو قيمة ما وهو يحتم أن تعامل الآخر بما تحب أن يعاملك به مثل احترام الوالدين واحترام الكبير الآن احترام الوالدين ما هي صور احترام الوالدين يا رابع؟ ما هي صور احترام الوالدين؟ خفض الصوت أثناء الحديث إليهما قيام بالأعمال التي يطلبانها الدعاء لهما بالرحمة بالنسبة لأحترام الجار ما هي صور احترام الجار؟ رد السلام عليه وإجابة دعوته اثنين كف الأذى عن ثلاثة تفقده وقضاء حوائجه باستمرار الآن احترام المعلم ثالثاً ما هي صور احترام المعلم؟ واحد نسلم عليه اثنين نتلطف في مناداته ثلاثة نخفض الصوت أثناء الحديث إليه أربعة نستمع إلى كل ما يقول الآن احترام القوانين والأنظمة هاي الأسئلة حليناها مهمة جداً الأسئلة هل التزم السائق بالقانون؟ نعم اذكر أمذلة أخرى على الالتزام بالقوانين الالتزام بقوانين الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة مثل الحدائق والشوارع أيضاً إلى ما يؤدي عدم احترام القانون الفوضى وعدم الشعور بالأمن الفوضى وعدم الشعور بالأمن احترام البيئة ما هي البيئة؟ مهم جداً ما هي البيئة؟ هي المكان الذي يعيش فيه الإنسان بما تحتويه من مكونات ما هي صور احترام البيئة؟ ما هي صور احترام البيئة؟ واحد الحفاظ على نظافتها اثنين ترشيد استعمال الموارد المختلفة ثلاثة توفير الماء أربعة زراعة الأشجار ماذا يفعل الطلاب في الصورة؟ يزرعون الأشجار أعطي أمثلة أخرى لحفاظ على البيئة الاستخدام المعتدل للمياه وهيك يا رابع بنكون هنا الدرس حل الأسئلة ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر